ناشطين في بغداد وفي ذيقار يتحدثون بإصرار كبير لكن بالمقابل هناك مؤسسة أمنية وجهة حكومية ما زالت تصر وتراهن على استخدام العنف والعنف المفرد ضد المتظاهرين وبالتالي تخرج في وسائل الإعلام على نسان ناطقها على نسان أحزابها تطالب المتظاهرين بالسلمية هذا التناقض هذا الارتباك الذي تعيشه القوى الأمنية والقوى السياسية إلى أين سيفضي مثل هذه السلوكيات أعتقد أن أساليب السلطة الملتوية في التضيل والالتفاف على الحقائق القفز على الحقائق لن تجدي نفعا مع اتضاح الصورة بشكل جلي أمام الجميع أمام العالم جميعا ما ينقل الآن على وسائل التواصل الاجتماعي من أدلة وفيديوات ومقاطع مسجلة بشكل مباشر وتثبت استخدام القوات الأمنية وشبيحة النظام إلى الطرف الثالث الذين ظهروا بشكل علني قبل يومين في واسط وفي سواها تثبت بأن الأجهزة الأمنية مخترقة سياسيا وأن القوات الأمنية لم تبنى على أساس مهني ودليل ذلك عندما يغض عنصر الأمن المسؤول عن حماية المواطنين والمتضاهم نقدر إذا نخفف هذا المصطلح بدل من مصطلح مخترقة سياسيا نقول أنه لك توافق أو أنه لك اتفاق لأنه بين القوى السياسية والقوى الأمنية بإشراك سين وصاد من الطرف الثالث نقدر نقول صورة من هذا النوع؟ لا يعني في مقاربة أكثر دقة أنه عدم انضباط عناصر الأمنية دليل على انتمائهم لجهات سياسية فهو يعكس قناعاته وقناعات الجهة السياسية بالتعاطي مع المتظاهرين وقد يكلف من قبل وقد يكلف ويأتي ويتعامل وهو معبأ سلفا معبأ مسبقا بالحقد والبغضاء تجاه المتظاهرين هو يرى في المتظاهر خصم وعدو وبالتالي يتعامل معه بهذه القسوة أن يرمي متظاهر أعزل بقنبلة مسيلة للدموع على بعد متر ونص وهذا تؤدي أكيد إلى القتل يعني أنه لا يراعي لا قواعد الاشتباك المتعارف عليها بالتعامل مع المتظاهرين والمحتجين ولا يراعي أيضا المهنية التي يفترض بأنه تعلم عليها فيما يخوص حقوق الإنسان التعاطي مع المواطن هو لا يدرك بأنه هو المسؤول عن حماية هذا المتظاهر وليس هو المسؤول عن قتله هذا ما يحدث ولكن ذلك ماذا عدى؟ أدى إلى كل ما يزيد العنف كل ما تزيد عزيمة المتظاهرين وأسرارهم وهذا ما حصل؟ لماذا؟ لأن المتظاهر على يقين ومؤمن ومؤمن بكامل وعي مؤمن على أنه يعني يقاتل ويناظل ويتظاهر من أجل هدف سامي من أجل استعادة وطن المسلوب من قبل طغمة سياسية لا تتوانى في قتله ولا تقف ضد من أن السلطات والحكومة للآن لم تخرج ببيان يدين أو يستنكر ما تفعله القوات الأمنية تجاه المواطنين العزة المرجعية دعت إلى الحفاظ على الممتلكات الخاصة اليوم في صور والبارحة في صور هناك حرق متعمد لعربات التكتك التي تشكل أرزاق الناس هذه ممتلكات خاصة يفترض بالقوات الأمنية هي التي تحافظ على هذه الممتلكات ترجمة نانسي قنقر